محمد تكلمني على غياب الجماهير ممكن يكونوا في مصلحة النادي الآلي خلينا نشوف من منظور فني شوية من خلال مشوار الوداد في الدوري لاحظنا نقطة يمكن أنا شايفها غريبة شوية الوداد أفضل فريق سجل أهداف أعلى مهدد تهديفي وعلى الجانب الآخر يعني في 30 مباراة مشوار الدوري المغربي دخل فيه 28 هدف نقدر نقول بمعدل هدف كل مباراة شايف ده زي وازاي تترجمه أو لو مدير فني تترجمه ازاي من خلال المباراة تترجمه طبعا أنه عندهم مشاكل في خط الدار وخصوصا في القلب يمكن عندهم إصابات بتحصل كتير وفي نفس الوقت التكنوتي اللي هو الحارس المرمى كان برضه أصيب وليعب الحارس المرمى البديل رجع بعد كده التكنوتي الليعب بقى له 3 مبارات بيلعب يمكن آخر مبارات كسبه 2-1 في نهاية دوري أو آخر مبارات دوري التغيير عندهم في خط الدهر بشكل كتير بشكل كبير يعني وده اللي مخلي يمكن أهداف كتير بتخش التكنوتي كمان ذات نفسه ما هوش مميز قوي يعني عنده برضه بعض الأخطاء ودي يعني باينة جدا عنده 26 سنة برضه يعني انت عارف حراس المرمى بيحس الخبرات متأخر شواء عن اللعب يعني الخبرات بتبدأ بعد الثلاثين مختلف شواء عن المركز المركز اللعب المختلف يعني مدافعين أو مواجمين أو مستمرار ونجي شواء كمان كابتن يوسف ووووه يعني فعلي شو يعني فأنا شايف ان دي لازم إحنا نستغلها وعشان كده أنا كنت بتكلم في البداية بقول ان احنا لازم نلعب مباراة عادية إيجابية بلاش ان احنا نحسس لعبتنا أو ناخد الانطباع ان احنا طالما بنلعب برة ما لعبنا نبقى فيه انكماش أو فيه تحفظ شوية نلعب مباراة فيها توازن بشكل عادي خالص لازم يبقى عندنا هدف مهم جدا هو ان احنا نحرز هدف هناك انت في ممبرات العودة الذهاب والعودة لما بتحرز هدف في ملعب المنافس حتى لقدر الله لو خسرت لو خسرت انت الهدف ده بيبقى عبق نفسي عليه دايما بنقول حتى لو قدر الله اتغلبت اتنين واحد أحسن من واحد صف فانت لو خسرت لقدر الله وانت مسجل هدف دي بتديك ميزة ان في ملعبك مجرد انت تحرز هدف خلاص انت ليك الافضلية فانا شايف ان احنا نعب مبرات متوازنة استغلال النقاط الضعف بشكل كبير جدا واقاف عندك نجوم يعني عندهم وليد الكارتي عندهم كزادي عندهم لعيبة اسماعيل هداوي واسماعيل الحداد